يا رب مصرنا الحبيبة دايماً علامها خفاق في أعلى سماء إن شاء الله محققين كل الإنجازات في مختلف المجالات الحقيقة طبعاً لا صوت يعلو فوق صوت المدرسة كام يوم إن شاء الله ويبدأ العام الدراسي الجديد والشغل الشياغل هو الأولياء الأمور إن احنا نستعد بوجه أفضل لأولادنا والحاجة الأهم اللي مفروض نركز فيها أكتر من السابليز واللانشو بوكس والحاجات دي كلها هو إزاي أهل ابني إن هو يدخل المدرسة يعني من النهاردة والمفروض الكلام ده من شهر قبل المدرسة تخليه حافظ على عدد ساعات النومة الطبيعية اللي هو يصحى يبقى فيه إن هو يروح المدرسة التغذية السليمة للطفل وتبتعد تماماً عن المواد الحافظة الحاجة التالتة إنك إنت تقعد تراجع مع ابنك خلال الفترة ديت وزي ما قلت المفروض الكلام ده يكون من شهر قبل كده ولكن ناس اللي أصرت تبدأ من أول يوم النهاردة في الأسبوع قبل أسبوع تحديداً من بداية العام الدراسي الجديد إنك إنت تؤهل نفسك وتعلمه وتراجع مع بعض الأمور لتخليه قادر إن هو يلتحق بشكل إيجابي ويتفاعل بشكل أمسل في المدرسة الحاجة التالتة والأخيرة بناشت كل القائمين على العملية التعلمية وأنا أتيقن جيداً إنه هم ناس أفاضل محبين للرسالة اللي بيقدموها وعاشقين لها وبيقدموها على أكمل وجه يريد نتعامل مع الطلاب كعندهم أبنائنا وأنا عارف إن دا بيحصل ولكن بذكر فذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين وخاصة الطالب اللي هو مش مقتدر زي باقي الطلاب لأن طبعاً فئات كتيرة جداً بتبقى موجودة يعني لو لقيت الطالب مقصر في إنه هو يجيب كراسة مليانة ودي حاجة بسيطة جداً أو جاب الكراسة بتاعت العام السابق وشال منها كام ورقة اللي هم كتب فيهم العام السابق ما تحاولش تلفت الانتباه قدام الطلبة والطالبات حاول تاخدوا كده منفرداً وحاول إنه أنت بسطلوا الأمور الظروف صعبة على الجميع ولكن الرسالة لنا بأمالها فعلاً وأنا واثق إن شاء الله كل قائمين على عمليات تعليمية دولها يقدموها احتووا الطلبة والطالبات وتحديداً ذوي الفئات الاجتماعية البسيطة احتضنوهم ادعموهم كثفوا الدعم والرعاية حاولوا يخلوا الحاجة اللي هم مفتقدينها وشايفينها عند زميلهم رعوها وقدمها لهم أنتوا بحبك ودعموكم لها حاولوا تحسسوهم إن مفيش حاجة أفضل منهم وإن مهما كان المستوى الاجتماعي اللي زميله أو إن هو جايب أحسن الأدوات ما تحسسوش بده بالعكس ادعمو حسسوه إن الأدوات البسيطة اللي هو جايبها دي أفضل وأحسن من الأدوات الغالية اللي جايبها زميله دي رسالة لواجه المولى عز وجل وأنا عارف إن ناس كتير جداً من قائمين عمليات تعليمية بيعملوا هذا الأمر ربنا يا رب إن شاء الله يوفق كل الطلبة والطلبات مع بداية هذا العام الدراسي الجديد تعالوا بقى نتطمن على حالة التقص وزي ما قلنا النهاردة يعني بدأنا فصل الخريف معنا هاتف الأستاذ الدكتور علي قد خبير الأرصاد الجوية صباح الورد على حدك الدكتور بتحياتي ليك يا فن صباح الفولة أستاذ عاصم وكلام جميل اللي بتناقشه على مستوى القناة عندكم بدأ بيناقش جميع مستويات الدولة المختلفة بسيط ومرتفع المعلم يعني لا بد أن يكون له احترامه والإجلاله ولكن المعلم أيضا عليه واجبات يجب أن تكون ملذم بها إلزاما كاملا وداما خلال الرقابة من وزارة التربية والتعليم صحيح يا فن أتمنى أن أنت كل اللي قلته يتحقق إن شاء الله على مستوى مش المدارس بس على مستوى الجامعات أيضا الدكتور اللي في الجامعة يعني إحنا عندنا لو طالب مش مقدد بدون ما يشعر أي حد بيجيب ورقة كده صغيرة إن أنا مش قادر ليها ظروف خاصة بيجيها للدكتور والدكتور بيجيها لهم ودلوقتي بقى فيه نظام الإلكتروني دلوقتي الكتاب بينزل على الصفحة الإلكترونية لو مش عاوز نشتريه بيقدر يقرابه هو بالصفحة الإلكترونية ويجب إحنا أن نطور من نفسينا بصفة مستمرة صحيح نرجع بقى لحالة الطقس صحيح ما هو بص يا سيد العاصم بالليل هنشعر بتحسن في الأحوال الجوية صحيح عاوز أقول لك يعني المناطق المفتوحة والمرتافعة أيوة نلاقي فيها حتى بالليل أنت ممكن لو أنت ناين ما تقدرش تفتح الإنزاز وما تبغطهش صحيح فهي بقى الفترة دي بتبقى فترة كراتيك الحارجة شوية بمعنى إيه؟ بالنهار حار شوية وبالليل تجي تنام تلاقي نفسك بردان شوية طيب إحنا هنفتح الشباك ولا نقفل الشباك لازم نتواقم مع المناخ والتغيرات المناخ بمعنى إيه؟ إحنا أثناء فترات الظاهرة إحنا لسا نلبس صيفي ما تبقى درجة الحرارة وقت الظاهرة 34 درجة على القاهرة لا هنلبس صيفي ما قدرش أقول لك يلبس خريفي لكن بالليل لو إحنا خارجين معنا أطفالنا نقدر نقول لابد إن إحنا نلبس ملابس إلى حد ما مش صيفية كاملة ولكن خريفية لإنه ممكن نتأخذ لفترات الليل وإحنا كمصيرين متعودين على كده تلاقي نفسينا وقت قبل الفجر راجعين بيبقى الجو في لسعة البرد الخفيفة اللي إحنا ما نشعرش بيها لو اللبس الخفيف لطفل هياخد ممكن نزلات برد فترة دي لازم نحافظ على مش إنه قوي 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 من نزلات البرد لأن الأسبوع ده كله عاصم درجات الحرار فيها من 34 ل 35 ل 33 دي أعلى من معدل الطبيعي المقفوض معدل بينزل على 30 دي أعلى من معدل هي موجة ولا تغيرات المناخية بدأت تأثير لسه ما نقدرش نقول لكن احنا في عرف الأرصاد الجوية والدراسات البعثية والعلمية هي موجة قاعد درجات فيها أعلى من معدلة بدليل إن فيه سرعة للرياح الهواء دلوقتي فيه نشاط رياح بيقلل إحساسنا بالحر شوية لو إحنا قاعدين تزل بعيدا عن أشعة الشام حتى كده البحر يبقى في إضطراب إلى حد ما بينه معتدل إلى مضطرف خاصة في السواحل الشمالية الغربية بحر المتوسط هيبقى في التفاع للموق هيبقى ملائم وغير ملائم لعملات الصدوة الملاحة بمعنى إن الملاكب الخفيفة الضعيفة لا تبقى قريبا من الشاطئ الملاكب الكبيرة ممكن تبعد عن الشاطئ قريلا لكن الهواء شمالي طالما شمالي غربي أو شمالي شارع بيرفع الموق في سواحل الشمالية كلها وكذلك في خليج السويس الظواهر الجوية اللي بصاب حاجة طقس مع تفاع نسبة الرطوبة النسبية هنلاقي دلوقتي في الشابورة المائية بتزداد كسافتها بالليل خاصة في الساعات قبل شروق الشمس مباشرة بتزدر صحب منخفضة متنصرة مع ساعات الأولى من الصباح بتتلاشى مع تقدم ساعات النهار طيب دلوقتي إحنا داخلين على موسم حصاد الأرض طيب إحنا برضو إحنا عايزين نأكد على إن ظاهرة السحابة السوداء بدأت تنتهي تماما بعد الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة من الاستفادة من أش الرز فعشان كده بنقول السادة الزراع لو سمحته بعد حصد أش الرز ما تولعش في أش الرز استفيد منه هتقول أنت بتستفيد منه وتحرقه في الأرض عشان يديك طاقة للأرض أو كيميويات للأرض عشان المحصول اللي بعد لا ده بيدور لأنه بيطلع منه دخان والدخان ده بيحصل ليه هبوط مع الهوى فبيأثر على مرضى الأمراض الصدر الحساسية في المناطق المحيطة بمنطقة الزراعات والقاهرة الكبرى تحديدا لأنه بيقع مزرع أكتر نسبة من الأرض في المدهلية والشرقية والأليوبية نتمنى السلام لكل المواطنين إحنا في فترات انتقالية بين حرارة الصيف وبرودة شتا قادمة نوعدينا منها بسلام الشتا كلنا بنلبس دقيل ومحافظين على أنفسنا لكن هي المشكلة في هذه الفترة اللي بيبقى فيها نلبس صيفي ولا نلبس شتوي لسه شوية وإحنا مازلنا في فصل وهنا بنؤكد دكتور على ضرورة أخذ مصل الإنفلونزة الموسمية تحديدا نظر الأمراض الفيروسية اللي بتنتشر في فصل الخريف تحديدا صح كده؟ بالتأكيد بالتأكيد لأن هي بيئة الخريف يا أستاذ عاصم بيئة صالحة للفيروسات لانتشار الفيروسات في رتوبة عالية تحرارة في نفس الوقت صحيح وفي فيروسات زي الألفلونزة بتنتشر خلال هذه الفترة صحيح عشان كده نكون فيه تباعد نكون فيه برضو ابتداء الكمامة في المناطق المزدحمة صحيح نلتزم في هذه الفترة وفي نفس الوقت بنأكد عشان مؤتمر المناخ أن نحن نحافظ على البيئة بكل أشكالها بعدم رمي المخلفات في الشارع بيوضعها في مكانها الطبيعي باستمرار زراعة الأشجار المسمرة باستمرار تخفيض نسب السيارات يعني أنا عندي سيارة وراح مشوار فيه مترو أركب المترو عشان أوفر بنزيم أو أوفر طاقة مش عشانه بس عشان ما ننطلقش منها جسان بسير الكربون فيلوس الجو فتأثر أنا وولادي وأحفادي وأصدقائي وأحبابي بجسان بسير الكربون اللي بيكون ليه أثر سلبي على المدى القريب والبعيد كان فيه مبادرة أطلقها لمرور زمالة لو تتذكر دكتور إن لو اتنين ساكنين جان ببعض ممكن يعني كل يوم واحد يروح بعربيته بدل ما كل واحد يروح بعربية بالتأكيد طبعا خصوصا لو مثلا مش هنقول مشوار قصائية مشوار قصائية هتركب البصات الحكومية وللوقت الحمد لله فيه نقلة حضرية جديرة دحية دحية بالتأكيد بالتأكيد بأمانة يعني لازم يعني الحاجة الحلوة نقول عليها حلوة صحيح والحاجة السلبية نقول عليها سلبية عشان نصلحها مش عيف أبدا ما فيش دولة في العالم مهما تقدمت يعني عندها السلبيات لا يوجد السلبيات والسلبيات دي تدريجي لما نحفظ عليها ونتحدث عنها بتبدأ تتلاشى تدريجية عشان كده المدن الجديدة أنا بستمتع فيها في أي مدينة جديدة بتحولها المسطحات الخضراء الموجودة اتساع الشوارع الدفاعات المباني لكن على المواطن بقى علي إيه الحفاظ على هذه النسك اللي موجودة في هذه المدن الجديدة من المواطن ومن الجهاز الرقابي اللي موجود في هذه المدن وبنأكد تاني لازم ناخد احتيات تطمع مع بداية فصل الخريف اللي بتنتشر فيه الأمراض الموسمية أنا عايز ألعج دكتور يمكن النهاردة بداية الفصل الخريف الولاد بدأ يعتصم من النهار يعني معلمين لا احنا مش عاوزين ياخدوها بقى بالمجرد النهاردة بدأ الخريف على فكرة الخريف برضو بزي هتيجي فيه فترات للصعاف ودي اللي انتشر على وسائل الاجتماعية تويتر والانترنت والفيسبوك ان الخريف هيجي ضمار شام لا 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 الخريف هو الخريف بيتيجي فيه بعض حالات عدم الاستقرار بتتأثر على صعيد مصر بتأثر على جنون سيناء بتأثر على البحر الأحمر دي بتبقى فيها أمطار والأمطار بتبقى غزيرة ورعضية فبتسبب سيول عشان المناطق فيه مناطق جبلية ومناطق جوديان وكلام من ده احنا قبل حدوث الأمطار دي بفترة كافية 72 ساعة هنقول ان فيه مطر في الحتة الفنانية زي ما احنا بنكلف طب إليه خليل الاسبوع ده فيه مطر لا ما فيش مطر مش موجود لكن فيه ساحات كتير هيبقى عن سحر الشمال الغربي ما تأثيره على المطر ما فيش لان لسه الأمور إلى حد ما شبه مستقرة ما قلاشا قولناها مستقرة لكن شبه مستقرة خلينا نقول من اسبوع القادم ممكن يحدث تغيرات في الأحوال الجوية بحالات عدم الاستقرار دي اللي أشاننا عليها ولكن لا نخاف ولا نهمل في هذا المناخ المتغير صحيح بشكر حاجدا لأستاذ الدكتور علي قوت بخبيل أرصاد الجوية رئيس الهيئة العامة أرصاد الجوية الأسبق اللي طمينا بشكل مفصل وأكيد لنا النهاردة البداية الفعلية لفصل الخريف واللي ناشد المواطنين انهم ياخدوا الحيطة والحظر تحديدا في الساعات المتأخرة بالليل نظر الارتفاع درجات الحرارة تحديد فترات الظاهرة والناس اللي بتقعد لفترات متأخرة بالليل ياخدوا بالهم في يعني عمل حسابهم كده في ملابس تقيلة وبكم نظر الطبع لأن الخفاض اللي بيبقى موجود في درجات الحرارة وارتفاع منسوب الرياح ربنا يحافظ على حضراتكم بنؤكد دايما على أهمية مصل في الوانزة الموسمية تحديدا في هذا التوقيت تجنب اللي قدر الأصابة والأمراض الموسمية اللي بتنتشر في فصل الخريف فصل الشتاء وربنا يحافظ على حضراتكم جميعا طيب تعالوا كده نبدأ يومنا بمعلومة مفيدة ومعلومتنا النهاردة خاصة باللبن اللبن من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة لجسم الإنسان وبننصح بها منذ نعومة أظافر الطفل أو الطفلة أنه هم يشربوا اللبن ودايما معروف شرب اللبن بقوة البنيان أنه بيمد الجسم بالكالسيوم بيخلي الطفل زكي وقص على ذلك مثل هذه الأمور طيب السؤال ليه فجأة ناس كتير ما بقتش تشرب اللبن ايه الوضع يعني بالتفصيل أقول له حضراتكم حيامة عن تشار أنواع الألبان النباتية ونركز في الجزئية دي ألبان النباتية مثلا زي لبن الصوية اللي بيضاف للأسف بعض أنواع الألبان وبعض شركات الألبان اللي ما عندهاش ضمير بيضيف الألبان الطبيعية بألبان الصوية عشان تكثر أو تكثر من الكمية الكمية الألبان اللي بتبيعها فمع انتشار أنواع الألبان النباتية ناس كتير بدأت تلجأ ليها وبيكتشفوا أنها أحسن لهم طيب إيه اللي حصل ليه فجأة كل الناس دي بيت عندها حساسية من الألبان أقول لحضراتكم دي اسمها عدم تحمل اللاكتوز وده اللي موجود على اللبن وعلى قد ما عدم تحمل اللاكتوز وحاسية الألبان شبهة بعض في حاجات كتيرة إلا أن الاتنين مختلفين في أسبابهم وبيأثروا على أجسامنا باب ده إزاي حوالي 30 مليون أمريكي بيصابوا بعدم تحمل اللاكتوز في سن العشرين وده بيخليه شائع أكتر عند الكبار والبلغين خاصة في أسيا وأفريقيا والأمريكان الأصليين وأقل في غرب وشارق أوروبا لكن عدم تحمل اللاكتوز بيشمل الجهاز الهضمي فلو عندك ده فده معناه أن جسمك مش بيصنع إنزيم اللاكتوز وده المسؤول عن هضم اللاكتوز والسكر اللي في اللبن ده فلما جسمك ما يعرفش يهضمه بيروح للأسف وهو مش مهضم للقول وبيتكسر وفي بكتريا بيتسبب انتفاخات وغازات ومشاكل كتير جدا بيتخلي حضرتك مش مرتاع وتحديدا في فم المعدة أما بقى حساسية الألبان فده بتشمل الجهاز المناعي فلو عندك فده معناه أن جسمك بيتفاعل مع البروتينات اللي في اللبن وأي منتجات تانية من الألبان وبيتعامل معهم كجسم غريب لازم يتم طرده وده عشان كده جسمك ساعتها بيعمل رد فاعل إيجابي ممكن يبقى بسيط بشكل طفح جلدي بس أو بيبقى شديد جدا وبيأصل على التنفس وفقدان الوعي وكمان بتعتبر حسيط الألبان واحدة من أكثر الحسيات المنتشرة في السن الصغير وبالذات بمعدل طفلين من كل مئة طفل تحت السن خاصة سن الأربع سنين ممكن بيعاني منها طيب إيه الحال أقول لحضراتكم أول حاجة أنا أعملت تحليل الخاص بحسية الألبان وده بيطلبه أغلب الأطباء لما بيتيجي الأم تفطم ابنها وبتستبدل لبن الرضاع للبن الطبيعي وأول حاجة بينصحها الطبيب المختصب ولا يعملي لابنك أو بنتك الرضيع ده لما بتفطميه تحليل حسية الألبان وبنان عليه بيعرف في حسية ولا لا لو في حسية ألباء اللي قدر الله بيشوفه حاجة بديلة تعود جسم الطفل ده بالعناصر الغذائية اللي محتاجها الجسم واللي بتبقى موجودة فيه اللبن ولو الجسم بتاع الطفل ده ما عندوش مشاكل في الحسية بينصحه بشرب اللبن نظرا لكثرة العناصر الغذائية المفيدة لبنيان الجسم خاصة في المراحل الأولى من العمر ولكن بشكل عام بننصح حضراتكم اشربوا اللبن اللبن السادة بدون أي نكهات ده الأفضل وده الأحسن لكن الطفل اللي ما بيعرفش يشرب اللبن سادة كده ممكن نحط له بعض المواد الطبيعية اللي بتضاف ليه بتدي نكهة وبتدي لون وبتبقى جميلة كده في مطبقها عند الأطفال أما الكبير ما فيش مشكلة أنك أنت بتشرب لك حتى كباية لبن في اليوم ممكن تشربها الصبح أو قبل ما تنام دي رهيبة وجميلة جدا بتضيف لجسم الإنسان بالعناصر اللي هو محتاجها وبتساعد كمان على التركيز السليمة آه القهوة مهمة بس ما تزودش عن كبايتين في اليوم والشاي مهمة تزودش عن ثلاث كبايت في اليوم لكن الناس اللي هاي زي ما بيقولوك ده حريقة شاي وحريقة قهوة فده للأسف بينقلب الموضوع عليهم بالسلم ربنا يحافظ على حضراتكم جميعا طيب حدث في مثل هذا اليوم 24 9 اللي حصل زي النهاردة عام 852 محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس خلفا لأبي عبد الرحمن ابن الحكم خامس أمراء الدولة الأموية في الأندلس وحيث حكم الأندلس لخمسة وثلاثين عاما قضاها في مقاومة الثورات والاضطرابات المتلاحقة في عهده وزي النهاردة 24 سبتمبر عام 1852 أول سفينة هوائية دار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كيلو متر من باريس إلى تراب وزي النهاردة 24 سبتمبر عام 1996 الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصيني وقعان على معاهدة لوقف التجارب النووية بالمناسبة بقى على ذكر الولايات المتحدة كان في تصريح مهم إمبارح من ترامب بيقول بيتوقع لحرب عالمية ثالثة ويبيناشد الحكومة الأمريكية أنها تتدخل في بعض الأمور اللي انتقادها في حكمه وقال أتمنى توقعاته بعدم بوجود حرب عالمية ثالثة أنها تكون غير صحيحة وبالتالي ده على ذكر هذا الأمر الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية ده كان تصريح لترامب بأحد الصحف الأمريكية أو البريطانية تحديداً النهاردة ومن أبرز الموليد في 24 سبتمبر زي النهاردة عام 1922 محمد طاها مغني مصري والذي يعد رائد المويل في مصر ويعد من أكثر المطربين من حيث عدد المويل فهو صاحب العشر تلاف موال بدون إعداد سابق كان يؤلف ويلحن ويغني مباشرة كما كان صاحب فرقة موسيقية وشركة استوانات كان يغني على مسارح الفن الشعبي في القاهرة ومنها مقاهي حي الحسين والسيدة زينب والتي كان يغني فيها أثناء الاحتفال بالمولد النبو الشريف كل سنة أحدكم طيبين نحن على مشارف المولد النبو الشريف وأيضاً المناسبات الدينية وغنى فيها الاحتفال بعيد الثورة أمام جمهوره ويتقدموا في هذا الاحتفال رئيس الراحة الجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وغيرهم من القادة وشارك في أفلام ابن الحتة وبنات بحري وتوفي في 12 نوفمبر عام 1996 حياة مويل كانت رائعة وجميلة وأكيد كلنا سمعناها في الأفلام العربية الأديمة وزي النهاردة 24 سبتمبر عام 1947 محمد وفيق الفنان القدير الذي برع في الأدوار التاريخية وكان بلاط الشهداء من أبرز مسلسلاته كما شارك في مسلسل السيرة الهلالية والأبطال وبوابة الحلواني وساعة ولد الهدى وأيضاً توفي في 14 مارس 2015 عن عمره يناهي 67 عاماً دي كانت إطلالة سريعة في حدثة في مسل هذا اليوم 24 سبتمبر النهاردة تعالوا مع بعض ناخد جولة كده في أهم الأخبار في الدارة الصحة في هذا اليوم وأول خبر معنا بعنوان فحص 171 ألف مولود وتخصيص 25 مركزاً علاجياً ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر على الأمراض الوراثية منذ انطلاقها في 13 يوليو 2021 وحتى أمس والتي تضمنت فحص 171 ألف مولود ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة واستهدفت الكشف عن 19 مرضاً وراثية لدى الأطفال المبتسرين بحضنات مستشفيات وزارة الصحة والسكان وكانت أوضحة الدكتورة هالة عبد الرحمن منصف مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية أنه جار التوسع تباعاً عن تلك المراكز لتشمل جميع المحافظات الجمهورية موضحة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية مجانة للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية نروح للمشاهدين الخبر آخر في جولتنا الإخبارية النهاردة بعنوان أسيوض ضمن خط التنمية الصعيد وإنشاء أربع تلاف قرية في الظهير الصحراوي تحرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022-2023 المقدمة من وزارة التخطيط وتحديد من الدكتورة هالة زايدة وزيرة التخطيط وذلك على تلبية اهتمام القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السي سي بي الصعيد وتنميته حيث خصصت استثمارات حكومية قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2022-2023 لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة نسبة 82.2 مليار منها وتستحوز محافظة أسيوطة على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقليم وسط الصعيد بنسبة 64% بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه وتليها محافظة الوادي الجديد بنسبة 36% حيث خبر ما ينفعش يتعد كده محافظات الصعيد من المحافظات اللي كانت للأسف في الأزمنة والعصور والعهود السابقة مهملة تماما سواء مهملة من ناحية البنية التحتية والمرافق والخدمات وأيضا مهملة من ناحية الاهتمام بالكوادر البشرية الموجودة في محافظات ساعة عشان كده كان النزوح كبير على المدينة ولكن الحق يقال أمام الدم ربنا سبحانه وتعالى فعهد الرئيس عبدالفتاح السي سواتا حديدا من خلال مشروع حياة كريمة استعاد المكان الحقيقي اللي كان واجب أن يكون فيها الصعيد من مئة سنة ومش ببالغ لما أقول مئة سنة وإدر فعهد الرئيس عبدالفتاح السي سي من خلال مشروع حياة كريمة أن يوفر كافة المرافق والخدمات بكل أنواحها وأشكالها لأهلنا في الصعيد وانا لوحد من سوهاج يوم بعد الآخر أهلي في سوهاج بيقولوا تطور رهيب جدا في كل أشكال البنية التحتية في كل أشكال المرافق والخدمات المقدمة لأهلي في محافظة سوهاج وقس على ذلك باقي محافظات الصعيد أنا عن نفسي لما نزلت تحديدا الصعيد في سوهاج يوم الوقفة يوم وفات جدا رحمة الله عليه وشفت كم التغير النوعي اللي كان موجود في محافظات صعيد وقرى صعيد تحديدا ما احنا كلنا من قرى وأغلب الشعب المصري من قرى ريفية بسيطة شفنا قد ايه الكم الجميل والرهيب واللي بيشير ببريقة أمل ودور كبير بتؤدي الدولة مصرية بيقات رئيس عبدالفتاح السيسي في التطوير الشامل لقرى والريف مصر وتحديدا محافظات الصعيد الحمد لله رب العالمين وان شاء الله بإذن الرحمن السنوات القادمة بعد ما انتهي يعني مشروع حياة كريمة تماما ويشمل كافة القرى اللي بيستهدفها في الريف والقرى المصرية اعتقد ان شاء الله هتجدوا الوجه الأمثل اللي كان واجب زي ما قالت لحضراتكم من زمان ان يكون الصعيد عليه وربنا يوفق أهلنا في صعيد مصر ربنا يحفظهم ويديهم يا رب كده دايما الصحة والعافية والقدرة على الإبداع نظر اللي إخلاصهم في كل حاجة الحقيقة بيدخلوا فيها ربنا يبارك في حضراتكم وتحية إجلال والتقدير وتحديدا لأهالي الصعيد محافظ كفر الشيخ حصاد أربعين ألف فدان أرز وجني أربعة ألاف فدان قطنة أعلن الواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن حصاد أربعين ألف فدان من الأرز وبقرى ومراكز المحافظة من بين ميتين أربعة واربعين ألف فدان جرى زرعتها خلال الموسم الحالي واستقبل واحد وعشرين موقعا بمراكز مدن المحافظة أعمال توريد الأرز إن شاء الله العام الدراسي الجديد التعليم تعلن تفاصيل إتاحة العمل بنظام الحصة أو التطوع حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة الحصة للمعلمين المتعاقدين بالحصة موضحة أن الحصة بعشرين جنيه حسب نصيب المعلم من الحصة الدراسية لافتا إلى أن المدريات سوف تستعين بمعلمين لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس مع بداية العام الدراسي الجديد وأشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن سد العجز في أعضاء هاي التدريس يتم أيضا من خلال تسكين المعلمين الجدد المتقدمين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد انتهاء إجراءات التعاقد من امتحانات وأيضا استكمال الاختبارات وهنا أنا بتمنى سواء العجز اللي موجود فيه المدرسين أو المنظومة التعليمية الحكومية تمنى يا رب في ظل التطور الرهيب اللي بتلحق حاليا بهذه المنظومة إن احنا ما نجدش نقص خالص في عدد المعلمين ما نجدش سعر قليل للحصة اللي بيؤديها المعلم وأنا عارف الكم الكبير اللي بتبزيل الدولة المصرية لحل هذا الأمر وتحديدا لدعم المعلمين والمدرسين المصريين كونهم اليوم الفضل الأكبر حيب عدد ربنا سبحانه وتعالى في إعداد كوادر بشرية تقدر بعد كده تنخرط في كل المجالات ما هو المزيع والمحاسب والزابط والمستشار والطبيب وكل يعني أنواع الأشغال التعلمه على يد المعلم حتى أصحاب المهن البسيطة تعلمه برضو في المراحل العمرية في ابتداء وعداد حتى لو ما كاملش تعليمهم المعلم كان ليه فضل كبير جدا عليهم بعض ربنا سبحانه وتعالى في تعليمهم فأتمنى يا رب أن تكون هناك دعم كبير جدا ونعارف أن الدولة بتخصص داع حاليا للمعلمين وإن شاء الله يكون على وجه السرعة متوفر بحيث نحن ندعم كل المعلمين وتحديدا في المدارس الحكومية السكة الحديد تتيح اشتراكات مخفضة على قطرات تحية مصر لطلاب المدارس والجامعات تبدأ هيئة السكة الحديد تحت استغراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطرات تحية مصر بمختلف الخطوط للطلاب المدارس والمعاهد والجامعات التي يتم من خلالها السماح للطلبة حاملة اشتراكات الدرجة الثانية على العادية أثعفا الثالثة على العادية تحية مصر بالسفر على قطرات التهوية الدينماكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر أما في حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية تحية مصر بدون حجز فرق درجة السفر بقطرات التهوية الدينماكية يحصل منه قيمة التذكرة أو يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالإضافة إلى الغرامة المقررة دي كانت إطلالة سريعة مشاهدين الكرام في أهم الأخبار صدرت الصعب هذا اليوم ودروقتي يجي معادينا في جولة في أخبار الرياضة نبدأ جولتنا الرياضية مشاهدين بالمنتخب يهزم النيجر بثلاثية في ليلة تألق صلاح ومصطفى محمد حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على النيجر بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس على ستاد الأسكندرية في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الإفراقية المؤهلة لنهايات بطولة الأمم بكودفوار مطلع العام القادم إن شاء الله المباراة مبارح كانت كويسة وكانت رائعة ونيقدر نقول جس نبض للمنتخب المصري اللي بيعد ليه تحديدا من دلوقتي ومن هذه المباراة وبيعد تكوين هذا المنتخب من جديد سواء من قيادة الفنية أو حتى بعض الأليات اللي بيلعبوا بيها في المباراة عشان يكونوا قادرين في المنافسات الإفراقية إن شاء الله ويعوضوا الكبوات اللي مر بيها المنتخب قبل كده ولكن بارقة أمل شفناها مبارح في المنتخب المصري فرض شخصية إلى حد ما في الملعب كون مصر وتحديد المنتخب المصري ده يعني أسياد أفريقيا ومعروف الحمد لله رب العين منتخبنا الوطني قد إيه أنه قادر على الإبداع نعم حصل كبو ولكن ده ما يمنعش السيفي والتاريخ اللي حقاوا منتخبنا الوطني طوال الفترة الماضية نتمنى إن شاء الله في المرحلة اللي جاية ومطش بعد الآخر يسبت ذاته المنتخب الوطني ويكون قادر على العودة بكل طلاقة للريادة الإفريقية والريادة العالمية اللي اعتدنا منها الحقيقة في الفترات السابقة وكلنا ثقة إن شاء الله في الجيل الحالي بقيادة محمد صلاح يعني اللي بيعشقوا كل المصريين بل العالم أجمع ويمحب الرياضة المصرية إن شاء الله قادر زي ما أبدع مبارح في يعني إحراز هدفين إن شاء الله يكمل المسيرة مع المنتخب الوطني ويقوده إلى نجاحات أكبر في البطولات اللي يشارك فيها بعد كده وكل التوفيق إن شاء الله للرياضة المصرية بمختلف أنواح موعد مباراة منتخب الشباب أمام الكويت وديا حيث يلتقي منتخب الشباب موليد 2003 بقيادة محمود جابر مع نظير الكويتي وديا في السادسة مساء غدا الأحد على استاد المكسب الأسكندرية في ثالث وآخر التجارب الودية للمنتخب والأهل يعود للتدريب على فترتين اليوم استعدادا لبطل تونس بدور الأبطال يعود فريق الأهل بقيادة السويسري مارسيل كولر للتدريب على فترتين صباحية ومسائية بداية من اليوم السبت بعدما حصل الفريق أمس على درجة أو على راحة سلبية من التدريبات الجماعية إن شاء الله الأهل برضا يعود بقوة بإذن الرحمن يكون قادر بنافسها بشكل كبير جدا في المحافل الرياضية زميلة الزمالكوية المخرجة لأستاذة ماريون بيطول يا رب التوفيق لنادي الأهل أنا بشكرك على روحك الرياضية والحياة دي للروح الرياضية نحن محتاجينها نكون متواجدة إن شاء الله في كل مشجع الرياضة المصرية وإن أي فريق الحياة بيشارك في أي بطولة سواء أفريقية أو عالمية ده بيمثل المجتمع المصري لنادي الأهل العريق ويعود للرياضة مرة أخرى وده للحياة الحمد لله رب العالمين احتدنا برضو في الفترة الحياة الماضية وإن شاء الله يكون قادر في الفترة اللي جاية والحالية ومليون توفيق إن شاء الله لكل الأندية المصرية 21 لاعبا في قائمة بيرامدز لمعسكر دبي أعلن اليوناني تاكس جونيانس المدير الفني لنادي بيرامدز قائمة الفريق التي تسافر إلى الإمارات لخوض معسكر إعداد في مدينة دبي خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل دي كانت جولتنا الرياضية تعالوا برضو ناخد جولة كده في أخبار العالم وتحديدا أخبار الزراع وتقنية جديدة لتخزين الطاقة الشمسية على مدار الساعة يتواصل انتشار تقنيات تخزين الطاقة الشمسية وسط اهتمام من كبرى الشركات والمستثمرين يتواصل استغلالا للزخم العالمي حول التوجه إلى الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء بدأت شركة تسكامور انترنشنال أمريكية تركيب نظام بطاريات تتضفق منها الحديد وهو نظام بطاريات متطور إلى جانب الواحي الطاقة الشمسية على سطح بقدرة 115 كيلو واط وستسمح البطارية الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية في الليل وقد تساعد في التخفيف من أزمة المناخ وتعد بطاريات تضفق الحديد من بين العديد من تقنيات تخزين الكهرباء الواعدة في سوق تتوسع فيه الطاقة المتجددة بسرعة لتحل محل مصادر الطاقة الأخرى التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري وخبر آخر في أخبارنا العالمية الإمارات تؤسس أول هيئة مستقلة لتغير المناخ في العالم تم تأسيس أول هيئة مستقلة لتغير المناخ في العالم مشروع مصرعات العمل لتفادي تغير المناخ لدولة الإمارات الشقيقة ومن المقرر أن يكون المشروع الجديد كيانا مستقلا ومحايدا للعمل المناخ يجمع بين القطاعين العام والخاصة بما فيها المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لدفع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياة المناخ بحلول عام 2050 ومن المقرر أن يعمل مشروع مصرعات العمل لتفادي تغير المناخ لدولة الإمارات بدعم خبراء وقادة القطاع بصفته ومؤسسته بحسية فكرية وأيضا تركز على تقديم المشهورة والتوصيات للأطراف المعنية بشأن التحرك الإيجابي الفعال الموجه للتغيرات المناخية ومواجتها برهمتها دي كانت تفاصيل النهاردة الخاصة بأخبار الزراع العالمية إن شاء الله نهاردة عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية فقرة نتكلم فيها بعنوان الأمن والسلامة مع دخول المدارس ونصاحب الرشادات سواء الأولياء الأمور أو الطلبة والطالبات لتفادي بعض المشاكل المتعلقة بالأمن والسلامة مع دخول المدارس ضفنا فيها إن شاء الله القبطان أحمد خليفة استشار السلامة والصحة المهنية وتأمين البيئة الفقرة التانية إن شاء الله نتكلم فيها بعنوان تصنيف القط المصري وصب الدمج في منظومة الصناعة الصغيرة وتنمية الثقافة البيئية ضفنا فيها الدكتور عمرو تمام مستاذ المحميات الطبيعية وعميد معد دراسات البيئية السابق ده تفاصيل حالاتنا النهاردة إن شاء الله من نهار جديد نتمنى يا رب أنها تنال إعجاب حضراتكم إن شاء الله لو أي حد عنده استشارة يريد تتواصل على صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج نهار جديد بنذاكر حضراتكم النهاردة بداية فصل الخريف يريد أن نحن نأخذ بالنا ونوصي دايما بأخذ مصر الإنفرونزا الموسمية حفظا على صحتنا من الأمراض الموسمية اللي بتنتشر في هذا الفصل ربنا يجعلكوا دايما فحصة صحة وأفضل حال نستازمكم بقى نروح فاصل سريعا نلقاكم مجددا بعد هذا الفاصل مع أولى فقرات برد مجن الحوارية لهذا اليوم النهار جديد انتظروا